نسمع أيضا دائما كلمات ضخمة مثل خزانة الدولة ممتلكات الدولة أراضي ملك للدولة هيبة الدولة رئيس الدولة ويسجن الشعب ويقتل إذا تطاول على أحد هذه المصالحات لكي لا تسقط الدولة بلا ما نسق سيروحنا واش هي هات الدولة؟ الدولة هادي فيها تلت ركائز شعب أجهزة ورقحات جغرافية عمرهم ليقولوا لكمال الشعب أراضي الشعب هيبة الشعب اللي هو أيضا ركيزها في الدولة تنتقد شعب عادي ما يدين لك إهانة رمز من رموز الدولة لكن خراي قراجوز دائرينها رمز من رموز الدولة فيقي الشعب الدولة هي مسمى اعتباري مقدس ينسبون إليه خاصتهم وحاشيتهم وعلى جل هذه المسمى من حقهم يستلبوا منكم حتى دينكم غدوة لكان يخرج قانون بأن الجزائر دولة لا دينية كما رأي طالب بها صغير مكانش يحلفهمه وإذا تفض الشعب تيري على جدهم أروحكم تزهق من أجل هذه الدولة كرامتكم لوكم تعيشكم وكل شيهون من أجل الصنم اللي رأهم يعبدوكم فيه دراع صنم مقدس يطلبون من الشعوب أن تجوع من أجل أنه يشبعه وانقشفوا باش ينعموهما نموتوا باش يعيشوهما وأنهان من أجل أن تحفظ هيبتهما في الحقيقة كلمة الدولة لا تعني عندهم إلا السلطة ومراكز القوة ترجمة نانسي قنقر